بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة الرابعة من مقرر AWS Cloud Security Foundation والذي بعنوان AWS Foundation Services Storage and Database المحاضرة دي ان شاء الله نبدأ نشوف مع بعض EPS او الامازون بما اننا هنتكلم على اول جزء في المحاضرة هنتناول والجزء الثاني هنتناول بالنسبة ليه هنبدأ بالكلام عن EPS بعد كده هنتكلم على الامازون S3 او الامازون سيمبل واحد من اشهر المشهورة عند AWS في بعد كده هنتكلم على الامازون EFS وهنختم كلامنا عن الستورج بالكلام على السيمبل استورج سيربيس جليسر بعد كده هننتقل الكلام عن الديتابيس هنبدأ الاول نتكلم على ال RDS بعد كده هنتكلم على الدينامو دي بي بعد كده هنتكلم على الريتشفت ونختم الكلام في الديتابيس عن الامازون او على الامازون رورا المحاضرة بتتضمن اكتيفتي تخص الستورج واكتيفتي تانية تخص الديتابيس عندي كمان اول يخص ال EPS والثاني يخص ال RDS وعندي اول معمل اول معمل والمعمل الثاني وبالطبع عندي الخاص بالمحاضر. نبدأ الكلام بالامازون الاستيك بلوك ستور او الامازون اي بي اس. الامازون اي بي اس يا جماعة هو نون بيبقى حتى بعد ما الامازون اي بي اس يحصل لها بعد ما حضرتك تطفي الماشين او تطفي الامازون اي بي اس موجودة نفهاش اي مشكلة خالص عبارة عن مونت بل ستورج بمعنى ان انا ممكن اخد الامازون اي بي اس بس نعمله مونت على اي اえー اي بي اس بس نكتلي بالنا ان الامازون اي بي اس كان موجوده اي اي بي اس ما ينفعش بالاضافه الى امازون اي سي تو انستانس اتا تايم كان ماونت امازون اي بي اس بوليوم كمان بيحصل اوتوماتيك ريبليكيشن لاي بي اس ودن اتس افليابليتي زوم تمام وبالتالي المفروض بنحمي ال اي بي اس نفسه من اي فلر عشان كده بنقول ان ال اي بي اس وكمان لو ليتنسي برفورمانس وبالتالي بتبقى في كثير من اليوز كيس اخيرا تقدر حضرتك تسكيل او دون وذن منيكس تقدر حضرتك تزود حجم الستوريج نفسه من كيس ان حضرتك بتعمل او تقلل او لو حضرتك بدأت تعمل وكلام ده بيحصل وزي ما حضرتك عارفين ان حضرتك بتدفع فقط فور وات يو يوز او فور وات يو فوروفيجن دابلي اس ستوريج اوبشنز بلوك ستوريج بيرسيز اوبجيك ستوريج علشان نفهم هو ايه الفرق ما بين البلوك ستوريج والاوبجيك ستوريج على كده معايا تخيل ان انت عندك فايل والفايل ده حجمه وان جيجا بايت وحضرتك عاوز تغير في وان كاركتر في الفايل ده تخيل معايا لو الفايل ده حضرتك مخزينه على بلوك ستوريج وبالتالي فقط حضرتك هتحتاج تغير وان بلوك وبالتالي اللي بيحتوي على الكاركتر او اللي بيحتوي على الحرف اللي حضرتك عاوز تغيره طيب لو نفس الفايل ده على ستوريج من النوع اوبجيك لا حضرتك هتضطر تغير ايه الفايل كله انتاعر فايل موث تبو اوبايته علشان كده بنقول دايمان ان البلوك ستوريج سلوشيونز دبتبقى فاستر ويوزيز باندويتس بطيبقى موضر 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 انى الابجيكت لابل ستوريج هده الكاركتريستيكس الخاصة باليي بي اس يبقى الامازون اي بي اس بتاكيل تو كريد اندفيدول ستوريج فوليوه وتقدر حضرتك تاتش الفيليوم ده لأي EC2 انستانز زي ما حضرتك عاوز الابس من نوع بلوك ليبل ستورج الابس زي ما لسه قيل من شوية صغيرين هي اوتوماتيكالي ريبليكيتد وذي الاتس افيلابليتي زون في نفس الافيلابليتي زون كمان اتكان بيباك اوتوماتيكالي لامازون اس 3 وده من خلال حاجة اسمها السناب شوتس يعني حضرتك تقدر تاخد سناب شوتس من الابس وتروح حضرتك ترميه على الس 3 اول سناب شوتس بيتاخد ده بنسميه البيزلاين سناب شوت ايه الاساس الخاص بالابس ممكن طبعا يستخدم اذا بود فوليوم او ستورج مع الاسي تو انستانز ممكن يستخدم اذا داتا ستورج والفايل سيستم والفايل سيستم ممكن يبقى داتا بيز ممكن مع الانتر برايز ابيكيشنز امازون اي بي اس فوليوم طبعا حضرتك من المفروض انك كسولوشن اركيتكت كحد كلاود انجينير تقدر تماتش ما بين الكوراكت تكنيليجي الخاص بالوركولوود مع احسن استورج تمام فكل حاجة بقى بما فيهم طبعا الكوست اللي حضرتك طبعا محتاج تكر ان الاس اس دي فقط كان بيوز اذا بود فوليوم ليه الاسي تو انستانز وبالتالي ماينفعش نستخدم الاتش دي دي اذا بود فوليوم لما نيجي نشتغل مع الاي بي اس طبعا بالنسبة ليه النوع الاي بي اس فوليوم اللي حضرتك هتشتغل عليه ده في الحقيقة بيبقى بيزد على اليوس كيس اللي حضرتك هتستخدم فيها الاي بي اس ستورج دي وبالتالي هيختلف لو كان جنرال بيربس من لو كان بروفيجين اي او بي اس تمام لو حضرتك بتتكلم على اس اس دي او بتتكلم على او لا لو بتتكلم على الطيب التاني اللي هو الهارد ديسك درايفز او الاتش دي دي عندي برضو ثروبوت وعندي برضو كولد لكل واحد منهم على حدة بيبقى ليه الماكسمام فوليوم بيبقى ليه الماكسمام بيبقى عنده طبعا الماكسمام ثروبوت سلاش فوليوم طبعا ليه اليوس كيس اللي حضرتك امازون اي بي اس اول بنتكلم عنه هي السنابشوت وعرفنا ان الاي بي اس ممكن يتخذ منه بونت انطايم سنابشوت وتترمي على اس ثري وبالتالي لو حصل اي نوع من الفيلر اللي الاي بي اس دي استيل عندك سنابشوت موجود على اس ثري ري كريت نيو فوليوم ات اني طايم وبالتالي من السنابشوت تتدرح لك تري كريت اي نيو فوليوم زي ما حضرتك عاوز فايوا كمان من الفيتشارس المهمة للاي بي اس هي الانكريبشن امازون اي بي اس فوليومز بدون اي كوست زيادة كمان من ضمن الفيتشارس المهمة للاي بي اس هي الالاستيسيتي طبعا بيدي لك امكانية ان انت تزود الكباسة زي ما حضرتك عاوز وي تتشانج تو ديفران تايبز از يو لايك اكوردنج لليوز كيس بتاعتك و اكوردنج ليه الكوست امازون سيمبل ستوريج سيرفيس او امازون اس ثري امازون اس ثري يا جماعة هو برضو ستوريج من النوع وبالتالي كل بيبقى عبارة عن اوبجيكت وده بيبقى من خلال يو ار ال او يونفيرم ريسورس لكيتور بتقدر حضرتك تاكسيسه من اي مكان الاس ثري من نوع اوبجيكت وده معناه ان لو حضرتك عاوز تغير اي جزء من الفايل يو ماست ميك شينج وذلك ثم امازلنج الانتايير مودفايد فايل بسه اه اقليهن الفرق ما بين السطوريج والأوبجيكت سطوريج واكد واذا اللاء السطوريج من نوع اوبجيكت لازم حضرتك تعمل التغيير اللي حضرتك عاوزوا ثم تبدأ بقى تعمل re-upload another time ومرة تانية الـ entire modified files. حضرتك بتستور الـ data على الـ S3 على هيئة objects within resources بنسميها buckets على الـ S3. وبالتالي الـ data is stored as objects in buckets على الـ S3. الـ bucket name ده بيكون universal and must be unique across all existing bucket names in Amazon S3. وده معناه ان ما ينفعش حضرتك تكريات باكت على الـ S3 لها نفس المسمى او تم عمل creation لها من قبل. بيرشوالي بتسابورت unlimited storage. الـ single object على الـ Amazon S3 بيبقى limited up to 5 تيرا بايت. طبعاً الـ S3 designed for 15 9's durability. تمام؟ يعني 99.9999 تقدر حاجة تعد لحد 11 9. عملاء و just an analysis You can have access to bucket and objects. ده طبعاً بيبقى من خلال زيما قلت من شوية الـ URA. امازون اس ثري ستوريج كلاسيس طبعا الاس ثري بتوفرز مجموعة من الابجكت ليفل ستوريج كلاسيس اكوردنج الي الي حضرتك هتستخدم معاها الستوريج دي وبالتالي عندي امازون اس ثري ستاندر عمل امازون اس ثري انتليجنت تيري امازون اس ثري ستاندرد انفريقونت اكسيس امازون اس ثري وان زون انفريقونت اكسيس امازون اس ثري جليسر وده هنتكلم عنه بالتفصيل في سيكشن لوحده وامازون اس ثري جليسر ديب اركايد طبعا لكل اه 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 من دول بيبقى ليه المواصفات الخاصة بيه وكل من دول بيبقى ليه الفيتشور اللي هي تحتم عليك ان حضرتك اه 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 تفتاره ليه اليوز كيس اللي حضرتك هتشتغل عليها بمعنى على سبيل المثال الامازون اس ثري ستاندرد ده عنده مجموعة من الفيتشور زي هايد يورابيليتي وابيليتي وبرفورمانس وليتنسي وكمان هايد روبوت علشان كده ممكن تلاقيه يستخدم مع اليوز كيس زي الكلاود ابليكيشن زي الديناميك ويب سايت زي الكونتينت ديستريبيوشن الموبايل والجيمينج ابليكيشن وكمان البيج داتا اناليتيكس وهكذا اكوردنج للفيتشور الخاص بحاجة زي الانتليجنت تيرينج زي الانفريقونت اكسس ان فيه كونتينت اه 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 يعني معلهوش الطلب مش مش مطلوب بصفة مستمرة ده يفضل ان يبقى انفريقونت اكسس بحيث ان حضرتك اه 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 تقلل شوية الكوست ان ده بيسابورت طبعا لو كوست وهاي برفورمانس ليه الانفريقونت اكسس كونتينت عندي كمان الاس ثري وان اه زون انفريقونت اكسس ببساطة جدا بدل من ان حضرتك الكنتينت الموجود على الاس ثري باي ديفولت يحصل له ديستريبيوشن على ثري ديفرنت اه 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 افلابيليتي زون لا ده يتحط على افلابيليتي زون واحدة وبالتالي وفر لي الكوست بصورة كبيرة جدا بس ده انكس خلي بالك ان الكنتينت ده يعني مش كريتيكل حيث ان لو الافلابيليتي زون ده حصل فيها اي مشكلة وبالتالي يبقى الكنتينت بتاعك اه ضع امازون اس ثري باكت يو ار ايلز عندي في الحقيقة تو ستايلز ليه اليو ار ايلز الخاصة بالباكت الاول علشان حضرتك تابلود الداتا بتاعتك بتبدأ تدخل على الامازون اس ثري بتبدأ تكريت الباكت في اللي حضرتك عاوزها ادي الباكت نيما هي تمام بعد كده بتبدأ تابلود اي كونتينت انت حضرتك عاوزوا على هيئة طبعا على الباكت دي ثم او ومن ثم لو حضرتك محتاج انك تاكسس الكنتينت الموجود على الباكت دي الموجود على الستوريج جديا عند حضرتك اه 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 تو ستايلز من اليو ار ايلز تمام تقدر من خلالها تاكسس الكنتينت ده اول ستايل الباكت باث ستايل يو ار ال اند بوينت وديا بيبقى اس ثري ضط الرايجين كود تمام بعد كده طبعا ضط امازون اي دابل اس دوت كوم سلاش الباكت نيم اللي حضرتك يعني مفروض بيخزن عليها الداتا او الشيط الخاصه بيك وممكن طبعا الستايل التاني بنسميه باكت فيرشوال هوستمت style اليند بوينت ده بيبقى الباكيت نيمي الاول. الريجين كود وبعد كده تحط طبعا او 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 عزو او 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 ب مجموعة من اليوز كيسس المشهورة. لامازون S3 or Assemble Storage Service يمكن طبعا تستخدمها For Storing Application Assets For Static Web Hosting Backup و Disaster Recovery Staging Area for Big Data وطبعا كتير من Use Cases الأخر امازون S3 كون سيناريوز زي ما حضرتك شايف تمام Backup and Storage or Application Hosting or Media Hosting or Software delivery تقدر طبعا ده كله تعمل له استور على استورج دي اللي هي S3 امازون S3 Pricing متفقين من قبل ان حضرتك بتباي only for what you use الwhat you use لو بنتكلم على S3 فاحنا بنتكلم على Giga Bytes Per Month بنتكلم على خلي بالك transfer out to other regions تفقنا ان معظم transfer in بيبقى حضرتك من غير اي cost لكن طالما بتتكلم على transfer out خصوصا من region الى another region ده طبعا بيبقى بcost بالاضافة الى request اللي هي متمثلة في الput والcopy والpost والlist والget حضرتك مش بتدفع ليه زي ما احنا لسه ايليه من شوية صغيرين transfer in to amazon S3 او لو بتترانسفير out من amazon S3 ل amazon cloud front او ل amazon EC2 في نفس region تمام طبعا بفكر حضرتك بالservice الخاصة بالamazon cloud front اللي احنا بنستخدمها for caching amazon S3 storage pricing بقدر حضرتك تعمل estimation تمام ده في الحقيقة علشان حضرتك تمام بتكون سيدر الحاجات دي اول حاجة طبعا الstandard storage designed for قلنا 11 9 durability 4 9 availability تمام تفاقنا 4 9 اللي هي بتاكت ازا 99.99% وده طبعا قلنا بيريفير ل downtime معين per year زي ما durability بترفير لاحتمالية حج فقد جزء من ال data او جزء فايل معين بيبقى ال DE S3 standard infrequent access ده designed for 11 9 durability 3 9 فقط من availability amount of storage طبعا بتاخد في الاعتبار number and size الخاص بال address اللي حضرتك هتخزنها على S3 بالاضافة الى request ايه حضرتك request اللي انت هتعملها لان انت خلي بالك request زي get put و di طبعا بيبقى fees أو cost يعني مش كده وبس ده نوع request كمان يعني بيقى فيه different rates مثلا ل get request than other request بالاضافة الى data transfer طبعا pricing بيبقى على amount of data transferred out الامازون S3 region data transfer in عادة بتبقى free لكن ممكن تنكور charges for data that is transferred out amazon elastic file system or amazon EFL S الامازون elastic file system او EFL S ده shared file system ولو تفتكروا نوهنا عليه في المحاضرات السابقة وبالتالي لو عند حضرتك اكتر من EC2 instance تقدر تمount at the same time ال content او الحضرتك اللي انت عاوزه لأكتر من EC2 ها ديان عن طريق طبعا ال EFS وبالتالي elastic file system بنعتبره symbol و escalable elastic file storage و و كمال ال on-prem resources ايه ده يعني انا ممكن استخدم LFS أو elastic file system مع resources الموجودة في on-premises ممكن طبعا بالاضافة الا ان هو بيدعم ال scaling والكلام ده بيحصل dynamical تمام و مش كده وبس لا ده بيبقى on-demand according to the needs without disrupting applications وطبعا ده بيبقى في غاية الاهمية ان الـ application الخاص بحضرتك ممكن يجروه أو يشرنك automatically ده طبعا ال EFS according طبعا لاستخدامك انت كمان design so that your application have the storage they need when they need it علشان كده بنقول بيحصل scaling dynamically تمام شو بقى حضرتك هيحصل لك growing أو هيحصل لك shrinking وبالتالي الكلام ده بيحصل dynamically بدون ما يحصل اي disrupting في الـ application نفس دين الـ general features الخاص بـ AFS هو file storage in AWS cloud كمام يبقى ركز كلمنا على block storage كلمنا على object storage و AFS هو file storage work is all for big data وكمان analytics media processing work flows content management و web serving وكمان home directors beta byte scale low latency file system يعتبر shared storage elastic capacity بي support NFS طبعا version 4 و version 4.1 و compatible code linux based emis or amazon machine images for amazon EC2 ادي الاركتكشور الخاص بـ AFS لو حضرتك تخيلت معايا ان انت عندك availability zone A و availability zone B و availability zone C وكان عند حضرتك elastic file system or AFS or storage من نوع EFS ماندكش مشكلة خالص ان يكون فيه mount target على availability zone A mount target في availability zone B mount target في availability zone C amazon S3 gresi amazon amazon s3 gresi dh yustachdum for call storage وده لداتا اللي هي not accessed frequently data زي ما قلت لحضرتك عليها من قبل كده data مش عليها الطلب تمام ليست مطلوبة بصورة مستمرة تمام وبالتالي لما حضرتك بقى محتاج تعمل archiving للdata ديا for مثلا long term data storage تروح طبعا تستخدم ls3 gresir بحيث ان هو طبعا يدي لك اقل cost حضرتك ممكن تدفعه بما انك هتعمل archiving يبقى زي ما قلنا الامازون s3 gresir ده data archiving service designed for security durability وكمان extremely low cost بسابورت برضو 11 من durability عندي يا جماعة 3 key amazon s3 gresir terms archive وده اي object زي الفوطو 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 وده كونتينر وده container for storing الديتا اللي هي المفروض ستور في الفوضي امازون اسسري جليسك زي ما اتفقنا ده يعتبر يعني لو كوست ديزاين ووركس فور لونج تيرم اركايفي عنده في الحقيقة الهو الاكسيبديتد والستاندرد والبالك ده في الحقيقة بيختلفوا عن بعض من حيث بمعنى ان الستاندرد ده بيحصل من ثلاثة لخمس ساعات البالك ده من خمسة لاثنشر ساعة والاكسيبديتد ديزاين من دقيقة الى خمس دقائق يبقى اتفقنا ان الاسسري جليسر ده ستورج سيرفيس فور لو كوست داتا اركايفينج اند لونج تيرم وحضرتك ممكن طبعا تكون فيجر لايف سايكل اركايفينج لالامازون اسسري كونتنت تو امازون اسسري جليسر بمعنى ان لو انت عندك داتا موجودة على الامازون اسسري كونتنت والداتا دية ظلت لمدة مثلا 30 يوم هيحصل لها اركايفينج وبالتالي اوتوماتيكالي هتترمي على امازون اس 3 جليسر اركايف ممكن حضرتك بقى تعمل لايف سايكل ان لو الداتا دية مثلا ظلت لمدة مثلا 5 سنين ما حصلش لها احتياج او اكسس ساعتها ممكن طبعا نحزفها او نعمل لها ديليت امازون اس 3 جليسر يوز كيسس ممكن طبعا نستخدم الجليسر مع الميدي اسف اركايفينج الهيرف كير انفرميشن اركايفينج اركايفينج الهيرف كير انفرميشن اركايفينج داتا اركايفينج وديجيتال بريزرفيشن وكمان الماجنيتك تيب ريبليسمينج لايف سايكل بوليسيس امازون اس 3 لايف سايكل بوليسيس بيت انابل يو تو ديليت ارموف الابجيكت بيزد على ال ايج بيزد على عمر المحتوى الموجود وهل المحتوى ده بالفعل بيحصل عليه اكسس اور نوت تمام بيتم عمل اللايف سايكل اللي حضرتك شايفها قدامك دي لو تخيلت معايا ان انت عندك كونتنت فيديو مثلا كونتنت ده المفروض كان عليه الطلب وبالتالي حضرتك شغال على امازون اس 3 ستاندرد لو الفيديو ده من ثلاثين يوم او ظل ثلاثين يوم ما حصلش عليه اي اكسس وبالتالي اوتوماتيكالي ينتقل الى الكلاس الاخر اللي هو اس 3 ستاندرد انفريكوين اكسس لو ظل ستين يوم ما حصلش عليه اكسس بينتقل الى الس 3 جلسة سنة كاملة لم يحصل عليه اي اكسس خلاص حضرتك ممكن تعمله دليت ديان مقارنة بسيطة ما بين الامازون اس 3 والامازون اس 3 جلسة بالنسبة للداتا فوليوم الاثنين طبعا نوليمت للداتا فوليوم الافريج ليتنسي الاس 3 بالميليساكند الجلسر بيبقى بالمنتس او بالاورس الايتم سايز خمسة تيرا بايت ماكسيمم خلي بالك ده الابجكت الواحد بالاس 3 جلسر لا معاك لحد اربعين تيرا بايت الاعتبار ان حضرتك ده بيستخدم فور اركايفي كوست بير جيجا بايت بير مانث طبعا بيبقى هير كوست للاس 3 الاور كوست للاس 3 جلسر حضرتك على الس 3 بتدفع للبوت والكوبي والبوست والليست والجت على الس 3 جلسر بتدفع عليه الابلود والريتريفل طبعا بيبقى بير ريكوست مع الس 3 مع الس 3 جلسر بيبقى بير ريكوست اند بير جيجا بايت سيكيريتي و اميزون اسسر ايجنسر بيساورت كونترول اكسس كمان بيانكريبت داتا باي اي اي اس و ادفانسات اي انكريبشن ستاندرد باي او اي 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 اتص و ادفانس اي 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 او اي امي اتص و خمسين كي بيي مانيج كمان الكيز فوريو وبالتالي يقدر حضراتك اللي هتستخدمه فور انكريبشن وبالتالي مش هتحتاج اي فيتشور تانية تعمل لك ماناجينج لكيس خلصنا الجزء الخاص بالستوريج وهنبدأ نتكلم على الجزء الخاص بالداتابيز وهنبدأ الكلام بالردس او الامازون ريليشنال داتابيز سيرنس امازون ريليشنال داتابيز سيرفيس يعني يا جماعة تعتبر فولي مانج ريليشنال داتابيز سيرفيس دات كريتس وبريتس ريليشنال داتابيز ان دا كلاود طبعا هنعرف ومهم جدا ان احنا نفهم يعني ايه كلمه فولي مانج وهنفرق طبعا ما بينها وما بين الان مانج بالنسبه طبعا دي السيرفيس المقدمة على ال ايه دابيز اس ادي الان مانج بيرسس المانج سيرفيس المانج سيرفيس الان مانج سيرفيس وبالتالي السكيلينج والفول طولرانس والافيلابيليتي حضرتك اللي بتعمل لها مانج مش امازون مش ايه دابيز اس طيب لو السيرفيس دي ينمانج على النقيد بقى بالعكس هتلاقي السكيلينج والفول طولرانس والافيلابيليتي طيبكالي بيلت ان تو دا سيرفيس وبالتالي مين اللي بيعمل لها مانج ايه دابيز اس امازون مش حضرتك شالينجيس فور ريليشنال داتابيز اس طبعا لو حضرتك هترن يور اون ريليشنال داتابيز تيك كير حضرتك هكون مسؤول عن اول حاجه السيرفر مينتلنس والانيرجي فود برينت السوفتوير انستيليشن والباتشيس الديتابيز باكبس والغي افيلابيليتي الليميتس لو فيه طبعا يعني الليميتاشنس اسكالابيليتي والداتا سيكيريتي بالاضافة طبعا الى الوبريتنج سيستم انستيليشن والباتشيس دا لو حضرتك انت اللي هترن الريليشنال داتابيز كل دول وغيرهم بيبقوا تحت مسؤوليتك طيب لو جينا كده نشوف اتفقنا ان الامبريم داتابيز كل الوظائف ديا حضرتك اللي بتقوم بيه طيب لو جينا عملنا بقى ومايجريشن دا رحنا ليه الكلاود هقول لحضرتك السواني هو حضرتك عاوز تعمل داتابيز ان امازون الاستيك كومبيوت كلاود داتابيز على امازون اي سي تو ولا داتابيز ان امازون ار دي اس او امازون ارورة يعني حضرتك بتتكلم على منجد سيرفيس وبالتالي عاوز اقول لحضرتك ان داتابيز اللي هي بتبقى موجودة على اي سي تو وهي دي اللي نقصد بيها الان مانيج الداتابيز الموجودة على الاردي اس او الامازون ارور دي اللي بنسميها الفولي مانيج داتابيز الداتابيز اللي كان هتبقى موجودة على اي سي تو اي دابلو اس مسؤولة عن والناتورك والراكنج والستاخين وبالتالي حضرتك مسؤول عن كل حاجة بعد كده وبالتالي السيرفور مانتنس ويستيليشن وباتشن والداتابيز ويستيليشن وباتشن والداتابيز والداتا بيس باكبس والهاي افيلابيليتي والسكيلينج والابليكيشن اوبتوميزيشن حراكي المسؤول عنه لان انت بتتكلم على ان مانجد سيربس لو بنتكلم بقى على مانجد سيربس بالعكس هتلاقي ال اي دابلو اس تقريبا مسؤول عن كل حاجة حضرتك جاس فقط انت ككاستمر مسؤول عن السكيلينج والابليكيشن اوبتوميزيشن فقط وبالتالي ادي يا جماعة المانجد سيربس حاجة زي مثلا الامازون ار دي اس حضرتك انت ككاستمر بتكون مسؤول عن الابليكيشن اوبتوميزيشن اي دابلو اس بتكون مسؤول عن باقي الفنكشناليتيز من اوبريتنج سيستو بانستيليشن وباتشيز داتا بيس سوفتوير وانستيليشن وباتشيز داتا بيس باكبس هاي افيلابيليتي سكيلينج باور وراكينج وستاكينج وكمان السيرفر منتميز امازون ار دي اس ريد ريبليكيشن مهمة جدا لامازون يا جماعة بتوفرز اسينكرونس ريبليكيشن كان بي برموتد للتو برايماري اف نايدد وكان بي كرييتد ان ديفرنت ريجينز زان دي برايماري داتا بيس وده تكلم على بقى دزاستر ريكاوري او لو حضرتك عاوز تريديوس اللي تنسي معنى كده ان حضرتك بيكون عندك امازون ار دي اس بتاكت از برايماري انستنس وعندك ريد ريبليكيشن من ال برايماري انستنس دي وبالتالي تقدر تستخدمها فور ريد بالاضافة طبعا الى الافلود ريد كويريس امتى حضرتك بتستخدم الامازون ار دي اس وامتى ما تستخدمش الامازون ار دي اس تستخدم الامازون ار دي اس لما الابليكيشن بتاعك بيريكوير wearing complex transactions او complex queries, medium to hi higher query او write rate اب تو 30 الف input out pers شict . 15 الف الالريد او 15 الف للرايت no more than single worker node or shard way for high durability حضرتك ما تستخدمش الردس لو الابليكيشن الخاص بحضرتك بي require massive read or write reads تكلم على 150 الف write per second تكلم على sharding due to high data size or throughput demand simple get or put request that no sql database can handle وطبعا لو في relation database manual system or rdbms customization amazon dynamo db الامازون dynamo db يا جماعة هي بلساطة جدا عبارة عن فاست وفليكسابل نو سيكوال database سيربس تمام for any scale لاي scale حضرتك تتخيل اذا بتتكلم على الردس ان هي sql database فاحنا بتتكلم على الدينامو db ان هي no sql database وبالتالي no sql database tables virtually unlimited storage items can have different attributes support وطبعا low latency queries و scoreable re-derived throughput دي مقارنة سريعة ما بين relational الريليشنال والنان ريليشنال. الدا تستوريج في الريليشنال بتكون طبعا روز وكولوبز الريليشنال لعه بيكون كيو فاليو او دوكومنت او غراف او طبعا على حسب النا الريليشنال داتابيس او نوسيكول داتابيس. الاسكيمة بتكون فكست هنا طبعا الاسكيمة دايناميك. الريليشنال طبعا بنستخدم بيبقى بنزود طبعا في الاسبيكس بالخاص بليشنال بيبقى هريز انتها شايف عن مجموعة من الروز والكولومز زي ما انت شايف النوع هبقى هي كوباليوز ولا دكومنت ولا جراف ولا ايه بالزبط امازون دينامي دي بيه كور كمبوننت عندي طبعا التابلز والايتمز ويه الاتريبوتز هم دول ثري كور كمبوننت تابلز و ايتمز و اتريبوتز التابل ده عبارة عن والايتمز عبارة عن جروب اتريبوتز تذينيكلي اتفابل امانج والايتمز و الاتريبوتز ديان فندومنتال داتا الميه تماما الدينامي دي بيبيت سبورت دو تفرنت كاينتز من البرايمري كي ياما بارتيشن كي وده السيمبل برايمري كي وده كمبوز افوان اتريبوت بنسميه سورت كي او بارتيشن كي اند سورت كي وده بنسميه كمبوزد برايمري كي وده يعني زي ما حضرتك شايف كمبوزد افو اتريبوتز بارتيشن كي و السورت كي ده شكل الدينامو دي بي ادي سنجل كي هوا اكت مثلا ساي بارتيشن كي وده الاتريبوتز و الكمباوند كي بيبقى بارتيشن كي و السورت كي وده ندور باكتو ازا برايمري كي وده طبعا الاتريبوتز وزي منطبقين ديان الايتمز الموجودة مع طبعا الاتريبوتز الامازون ريتشفت يا جماعة هي فاست وفولي مانجد داتا ويرهاوس داتميكز سيمبل وكوست افكتيف علشان حضرتك تقدر تعمل اناليسيس للداتا الحاصة بيك باستخدام ستاندرد اسي كيو ال تمام ويور اكزيستنج بيزنس انتليجنس تولز او البي اي تولز وبالتالي لو نيجي نعرف الامازون ريتشفت هنقول هي عبارة عن فاست و باورفول فولي مانجد داتا ويرهاوس كمام بتبقى في الحقيقة سيمبل وكمان كوست افكتيف بتانيبل يو تران الكمبليكس انالياتيك كويرز اجانسة طبعا بيتا بايتس اف استراكشور داتا وخلي بالك بيتا بايتس حاك مش قليل من الديتا كمان موست ريزتس كمباك ان ساكنتس وبالتالي تبقى يعني الليتنسي او الديلي او البرفورمنس بتاعها عالي جدا مقارنة طبعا بحجم الديتا الموجودة على الديتابيس دي او الريتشفت براليل بروسيسنج اركيتيكشور بنتكلم على الاركيتيكشور الخاص بالريتشفت حضرتك زي ما انت شايف كده لو جيت لاحظت معايا بنتكلم على ادي الاستيكيو الكلاينتس او البي اي طولز تحت منها الليدر نود تمام ده يعني اللي بتمانيج كومنيكيشنز ويس كلاينت بروغرامز ويس كومبيوت نود ادي الدي كومبيوت نودز تمام وطبعا اه 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 الامازون دينامي دي بي او الاس فري طبعا اكوردنج بقى يعني بيتابيس والستوريج ان حضرتك هتستخدمها ده البلد بروسيسنج اركيتيكشور عامة يعني لو جينا نتكلم على حاجه زي الريتشفت طبعا بالتالي بتلاقي تدين سنود هيا شوف بقى الفيرش والكور والرام واللوكال ديسك فاس بالنود دي كومبيوتابيليتي طبعا الامازون ريدشفت بيتسابورت ستاندرد اسي كيل كمان بتروفايد هاي برفورمانس جي دي بي سي او جي دي بي سي او جي دي بي سي ويه كمان او دي بي سي او او دي بي سي كنكتورس كلام ده طبعا هي مكانك انك تستخدم او اي بي اي طولز زي محضرتك طبعا تختار ادي امازون ريدشفت تمام طبعا نكون بقى طبعا او اي بي اي طولز او بي اي طولز زي محضرتك تختارية امازون ريدشفت يوز كيسيس طبعا اونا اليوز كيس الموست كومن ليدشفت هي الديتا ويرهوس كمان ممكن تستخدم مع طبعا البيج دي تا لو price point for small customers ومانجي service for ease of deployment to maintenance وكمان بتفوكس امازون ارورة هي دي ان شاء الله لنختم بيها المحضرة نتكلم على انتربرايز كلاس ريليشنال داتا بيز طبعا دي ان تفص امازون اللي بيزديا مش هتلاقيه طبعا اللي عند امازون لان هي الى امازون توم بتابل مع الماي سيكوال وكمان مع بوستر جيس كيل وتوميت تايم كونسيومنج تاسكس زي طبعا بروفيجنينج وباتشنج وباكاب وريكاوري وفيلر ديكشن وكمان ريبير وبالتالي ادي البريفتس اللي ممكن الامازون ارورة تقدمها على حضرتك ما هي فاست وابلابل سيمبل كومباتابل كمام قلنا مع البوستجري ومع الماي سيكوال وبي از يوغو وكمان المانجد هيتو اعتبر طبعا زي ما نوهنا في الاول مانجد سيربس طبعا امازون ارورا تزاين توبي هاي هايلي افيلابل ستور طبعا مالتو بالكوبس اف يور داتا اكروس مالتو بالتزون وث كنتينو اس باكبز تو امازون اسسري طبعا بتيوز ابتو خمستاشر ريد ريبليكا وطبعا عدد مش قليل تمام علشان تريدوس البسابلاتي اف لوزن يور ديتا زاينت فور انستانت كرايش ريكاوري اف يور بريمري داتا بيز بكمس انهيلف بالنسبة للأرورة تخيل لو حضرتك الداتا بيز اللي انت شغال عليها حصل لها كرايش امازون ارورا وما اللي بتعمل ايه لأ بيتفورم ديس ان افري ريد اوبريشن وبالتالي ده هيقلل الستارت طايم بعد ما الداتا بيز يحصلوها كرايش لتقريبا يعني لزان ستين ثانية موست كايسي بي رايت طول بي رايت جوب اكوردينج طبعا ليه اليو سكيس اكوردينج ليه الجوب اللي حضرتك يعني هتنفذها او هتشتغل عليها بيتختار طبعا مستورج او الوزا بيز المناسبة لحضرتك فمثلا سابلاي عليه المثال لو بتتكلم على Enterprise Classeration Database فانت تروح لى RDS لو بنتكلم على Fast or Flexa database the database service or N-Scale بنتكلم على Amazon Dynamic DB. Operating system access to application features that are not supported by AWS Database Service بتكلم على database على Amazon EC2. وزي الماشين ليرننج وداتا ويرهاوسنج والجرافز تكلم على اي دابدو اس بيرب سبيلد داتا بيز سورفز اكوردنج طبعا لكيس لحضرتك وهي طبعا ممكن بقى المفهوض سبسيفك ستوريج كيس ستادي اكتيفتي دي يعني الاكتيفتي الخاصة بالسطوريج بيقول حضرتك ان احنا عندنا كالبريشن سوفتوير كامبني بروسس الميل فور انتر برائز كاستومر بي هاف مور زان ميتين وخمسين انتر برائز كاستومرز مجموعة من الاي ستوريج ايه الاي ستوريج ايه الاي ستوريج هنا طبعا حضرتك بتتكلم على مجموعة من الاي ستوريج او اي افس اكتيفتي التانية تخص الديتابيز بيقول حضرتك ان احنا عندنا online payment processing company that processes over 1 million trans action per day they must provide services to e-commerce customer who offer flash sales sales that offer greatly reduce the price for limited time where demand can increase by 30 time in short time bill بيستخدم طبعا الاي ام والاي اي دابلو اس كي ام اس علشان او اثنتيكي ترانس اكشن ومحتاج طبعا مجموعة اس لتداء الديatar ومحتاج المختلفات ايه الدياتابيز Bridget shallets طبعا على يا اما طالما قلت فحاجة من الاتين يا اما ار دي اس يا اما ارورة طبعا ارورة لها الاسباقية بحيث ان طبعا بتساكورت لحد 15 فبالتالي اختار طبعا مفروض امازون برو. طبعا انا عاوز انا نوه لحاجة ان احنا في الديزاين وهناعرف الكلام ده بعد كده مش بيبقى فيه صح وغلط قد ما بيبقى فيه لو حضرتك تختار ده ده بيز معينة لازم تعليل اهو انت اخترتها لي او طبعا في بعض الاحيان وارد انك تختار غلط وارد لكن لكن هو ده الاركيتيكت العمومي مش بيكون فيه طبعا رايت رونج قد ما يكون فيه او الانسب لاليوس كيس اللي حضرتك بتشتغل عليها كانت محضرتنا على لاليوس فونديشنل سيرف ستورج وداتا بيس وانا القاكم ان شاء الله في الحلقة النقاشية شكرا جزيلا وانا اصناع عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة